أعمال لو عملتها في الحر الشديدة بسببها ربنا يحفظك ويقيق من عذاب جهنم يوم القيامة تابعون السلام عليكم ورحمة الله بعدما اتكلمنا في الفيديو عن حر جهنم والعياذ بالله وحر نار جهنم يوم القيامة وإن شدة الحرارة اللي بنراها هذه الأيام ما هي إلا جزء من سبعين جزء من حر جهنم يوم القيامة كان لابد إن احنا نتكلم عن بعض الأعمال اللي تقل إنسان وتحفظ الإنسان من نار جهنم يوم القيامة وحدلك على بعض الأعمال البسيطة جداً اللي يقدر كل واحد يعملها غني أو فقير صاحب منصب أو مش صاحب منصب تعملها في بيتك تعملها في أي مكان تقدر تعملها أول عمل من الأعمال دي هو الصيام أيوة إنك تصوم تصوم في الأيام شديدة الحر دي حتقول لي يا عم الشيخ الصيام دلوقتي صعب والنهار طويل حقول لك ما هو أجرك على أد تعبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها إنما أجرك على قدر نصابيك ونفقتك يعني الأجر اللي هتخديه على أد التعب فكلما كان التعب شديد كان الأجر أكبر وأعظم وأجمل عند الله سبحانه وتعالى وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله أي يوم فما بلكم بالو كان يوم شديد الحرارة ويوم طويل من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة أو كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك بعض الصالحين أيها الأحبة كان يكثر من الصيام في الأيام شديدة الحر الأيام الطويلة وشديدة الحر فقيل له في ذلك أنت ليه بتختار الأيام الطويلة لنهارها طويل وكمان شديدة الحرارة فقال إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد يعني لو الصيام بسيط في الأيام العادية ليه أيام الشتاء والنهار أصير كل الناس حتصوم لكن أيام شديدة الحرارة والنهار طويل محدش حيصوم إلا اللي عايز يشتري الجنة بجد وأظن أن أنت عايز تشتري وربنا يبعدك بسببها عن النار سبعين خريفة أما العمل التاني يا مسلم واللي بسببه ربنا يقيك بيه حر جهنم ولعياذه بالله كثرة المشي إلى المساجد في هذه الأيام مش معنى إن الدنيا حرط أم تصلي في البيت يعني وتكسل لا بالعكس أكثر الخطأ إلى المساجد انزل لصلاة الظهر والصلاة العصر والمغرب والعشاء والصبح وتأكد إن كل خطوة من الخطوات اللي بتمشيها هي في مزن حسناتك وترفع درجاتك في الجنة وتبعدك عن النار يوم القيامة وده مش كلامي ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه يقول كان رجل لا أعلم رجلا أبعد عن المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة يعني كان بيته بعيد جدا عن المسجد ومع ذلك لا يتخلف أبدا عن صلاة الجماعة فقيل له في ذلك لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء يعني اشتر حمار تعال بالمسجد في الظلماء يعني بالليل وفي الرمضاء يعني في وقت شدة الحرارة فقال الرجل وهو على يقين ما يصرني أن يكون بيتي إلى جنب المسجد يعني بجوار المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشايا إلى المسجد يعني عايز الأجر دايك كتب لي في مزان حسناتي ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال قد جمع الله لك ذلك كله يعني ربنا جمع لك الخير دا كله حتاخد كل الأجر دا في مزان حسناتك بسبب كثرة المشي إلى المساجد أما العمل الثالث والذي لا يحتاج لمجهود ولا أموال ولا غنى ولا الكلام دا كله وكمان يكون حاجز بينك وبين النار يوم القيامة هو سقي الماء سقي الماء طاعة بسيطة جدا عبادة تتقرب بها إلى الله وهي من أفضل الصدقات سواء بقى بحفر بئر لو تقدر تحفر بير في صحرا كده الناس مش لقيين أو تعمل مبردات في الشوارع الناس تشرب منها أو تجيب زجاجات ماء معلبة وهي بردة كده وتديها للمحتاجين والعمال والناس أصحاب الحرة في الشقة أو إنك يا عم في بيتك تجيب زجاجات ماء وتملاها مياه نظيفة وكويسة وتضعها في الثلاجة الخاصة بك في البيت وبعد كده وانت خارج تاخد واحدة ولا اثنين ولا تلاتة تلاقي واحد فئير أو واحد عطشان أو ولد يتيم وتديل الزجاجة دي وسوابك عند ربنا عظيم ده السيدك النبي صلى الله عليه وسلم سؤل أي الصدقة أعجب يعني أعجب في الأجر وأفضل في الثواب فقال الماء يعني سقي الماء وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أي الصدقة أفضل فقال الماء ألم تروا إلى أن أهل النار يوم القيامة عندما ينادون على أهل الجنة ماذا يطلبون يطلبون منهم شربة ماء قال الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قال العلماء من أعظم القربات التي تتقرب بها إلى الله سقي الماء ومن كثر الذنوب وأراد أن يكثرها فعليه بسقي الماء ألم تروا أن الله عز وجل قد غفر لرجل لأنه سقى كلب فما بالكم بمن سقى رجلا موحدا مسلما عطشانا يريد شربة ماء في هذا الحر الشديد يطرح يكون أجره إيه عند ربنا سبحانه وتعالى أظن أعمال بسيطة هي مش محتاجة يعني أنك تدفع فلوس كتير ولأنك تبقى غني عشان ربنا يقيك حر جهنم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا حر جهنم وأن يأجرنا من النار اللهم آمين والسلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة